عيارات سكر كل شي سكر هذيلا العوائل ما لهم ذنب ذنبهم ان كل شي سكر ببيهم لكن احنا اهل الكويت اللي قعد تمشي رواتبنا لو خمسين دينارة الحين بالشهر منك من فلان من علان ممكن نستغرة حق الناس هذيلا دفعت بله خصوصا الكويتية اللي عيالها مو كويتيين هذيلا بناتنا هذيلا بناتنا 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 في كويتيين ما عندهم معاشات والسبب انه مروا بظروف صعبة ما يقدر يوفر الاكل حق عياله ما يقدر يوفر اجار بيته لانه لا ظروف قوية هذيلا الناس لازم تشوفونهم تبحثون عنهم تدورونهم هذا نداء مني لكم يا هل الكويت وعسى الله يدفع البلاء عنا وعن ديرتنا وعن حبايبنا كلهم آمين يا رب العالمين يا رب ويعني أهلي الخير بصراحة وايد ودام اسمعوا هذه الرسالة إن شاء الله في ناس ممكننا هي تتحرك في هذا الجانب أنا أنا ما توقع لما نزلت بسنابي دقوا علي حريم وايد تقول لي هاي أنا بتبرع بعشرين قلت هالعشرين تسكر أجار العشرين تيب ماتش لحق هالعائلة خبز جبن أي شي يعني لا تترددون إن شاء الله له عشر دنانير منش من فلان من لا نسكرون إذا ما تبونوا تتوجهونها لي أنا إن شاء الله في يعني الدفاع المدني تبرعات في في لجان ممكن تكون مختصة في لجان إن شاء الله في لجان مبطلة دورة ولا تخلون بالنسبة لي أنا قالوا لي هاي لازم تحطين أونلاين عشان الناس تحب تبرعاتها فيه إن شاء الله هالأسبوع أخلص هالأونلاين خاص حق تبرعات الكويتين حق الأسر المحتاجة لأن أنا أروح بنفسي أطالع ما أخلي وحدة ولا تقول أنا محتاجة بمسج جودة شكل لأ لازم نشوف 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 مثلا في وحدة غير كويتية عندها ست أطفال فيهم سكر هذي شلعت قلبي دزوني البنات قالوا هي أشوفوا فتتوسل في البنات تقول أبي شريط أبي شريط دوة حق السكر ما أبي فلوس ما أبي أحد تقول أبي شريط سكر حق عيالي لا يكون فهم يا رب تقول أبي شريط سكر حق عيالي لا يكون فهم نتكلم عشان الناس تسمع سيقول والله بول عيال ماير دقيقة اسمحيلي أنا ما أقدر بعد لأن الناس ما راح تصدقني صحيح الله يكون في العون إن شاء الله ويا رب يكون في ميزان حسناتك يا رب كونك أم